خلق الله عز وجل آدم آدم خلق أين في الجنة وليس في الأرض وأي جنة الجنة جنة الخلد هذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنها جنة الخلد خلق الله عز وجل فيها آدم فأمر الله عز وجل الذي كان يعلم في علمه أن آدم سينزل إلى الأرض لأن هذا كله في علم الله عز وجل أمر أحد الملائكة أن يذهب إلى الأرض فيقبض قبضة من تراب الأرض من كل تراب الأرض فأخذ من التراب السهل ومن التراب الصعب ومن التراب الأسود ومن التراب الأبيض ومن التراب الأحمر من كل الأشكال التي نراها فينا تجد فينا الأبيض والأسمر السهل والصعب الشديد والليل هذا اتباعنا من تراب أخذ من الأرض ثم رفعت هذه القبضة إلى الله عز وجل ثم أمر بتشكيل آدم فخلق أول ما خلق آدم من طين طين لازم لازم غريب ثم هذا الطين تحول إلى فخار وكان له مجوف فكان له صلصلة ولذلك خلق أيضا من صلصال فخار صلصال تراب كلها كانت إيا مراحل تكون آدم كان آدم ممدود في الجنة وكانت الملائكة تنظر إليه ولا تعرف ما هذا الخلق وكان إبليس وهو من الجن وليس من ملائكة يعيش مع الملائكة في الجنة وكان يدور حول هذا المخلوق العجيب ويدخل في وسطه ويخرج منه ثم بعد ذلك يقول إنه مجوف وربنا ليس بمجوف ولا تخاف منه يا ملائكة هذا سأتسلط عليه ولن يتحكم فينا يعني من الأصل وهو ناوي الشر في مقابلة هذا المخلوق العجيب خلق آدم وكان طوله ستون ذراع ستين ذراع تقريبا تقارب أربعين خمسة واربعين متر هذا طول آدم أول ما خلق وكان مثل ما قلنا عبارة عن مادة مربية في الأرض حتى صلوق وأصبح من الحماء المسنون يعني التراب أصبح كالمحترق المسنون يعني المحترق اللي فيه سواد ثم بعد ذلك أمر الله عز وجل أن يخلق آدم على صورته يعني على صورة الله عز وجل ما معنى خلق الله آدم على صورته يعني خلق الله عز وجل هذا الإنسان له عينان كما لله عينان وله أذنان وله قدمان وله يدان وله كل المواصفات هذا معنى الحديث أنا أعطيك المختصر لأن هذه مساءة فيها خلاف طويل لكن خذ المختصر مقصود الحديث خلق الله آدم على صورته أي على صورة الله لكن العين كالعين لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البسط عرفتم شو المقصود يعني أن صورة الله عز وجل له عينان ويدان ورجلان ولذلك خلق الله هذا الإنسان له عينان ويدان ورجلان لكن لا يمكن مقارنة هذا المخلوق بالله جل جلال لأن الله ليس كمثله شيء جل جلاله ثم بعد أن اكتمل الخلق وتشكل هذا الإنسان بدماغه بأعصابه بكل الأجهزة التي تراها الآن معقدة وكل البشر لا يزالون إلى هذا اليوم يدرسون هذا المخلوق العجيب ويكتشفون كل يوم سر من أسراره كان الله عز وجل يخلق هذا الإنسان في أحسن تقويم خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في أحسن شكل وخلق هذا الإنسان وكل جرية من بعده لم يحدث فيها أي خلل لأن الذي صنعه هو الله عز وجل ما سمعنا أنه يوم الأيام ولد ابن وكان خشمه في ظهر مثلا ولا عيناه في قدمه ولا الرجل راحت في اليمين ولنسار لا نفس الخلق لأن هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه جل جلال الله ثم بعد ذلك يعني موضوع خلق الله آدم على صورته مثل ما نقول الحين أول زمرة يدخلون الجنة على صورة إيش صورة القمر ليلة البدر هل معنى هذا أن أشكاله مثل القمر ليلة البدر لا ولكن هذا أنهم يعني مضيئين منيرين هذا المقصود فإذا خلق الله آدم على صورة المقصود منها أن بهذا التشكيل ثم بعد ذلك خلق الله آدم فنفخ فيه من روحه الآن الإنسان يا إخوان مكون من جسد ومكون من روح الجسد يثنى والروح خالدة لا تموت أبدا روحك خالدة ما تموت منذ أن نفخت في رحم أمك هذه الروح تمشي تسعة أجسر في في تشكيلة جسمك في بطن أمك ثم تخرج إلى الدنيا فتعيش خمسين ستين سبعين مئة سنة تموت أنت روحك ما تموت تذهب إلى مكان لا يعلمه إلا الله عز وجل فإذا كان يوم القيامة سوف ينبت جسدك من جديد ثم ترجع الروح تلك إليه مرة أخرى فالروح خالدة لا تثنى هل تعرفون يا إخوان كم باقي على القيامة تعرفون باقي على القيامة أن يقال أنك موت بس فقط مجرد ما تموت بدت القيامة بالنسبة لك هذا هو الواقع طيب والموت هل يستأذن أحد الآن انظروا صلوا في الراجح كم جنازة نصلي عليها في اليوم يتكلم معك الآن وبكرة الصباح تصلي عليه إذن يا إخوان الحياة الحياة والله أجماعة الرحيل منها سهل مجرد حادث ينهي حياتك قرصة قرصة عقرب لدغة ثعبان سكتة قلبية ما تدريه يرتفع ضغطك ينخفض سكرك فلازم نكون مستعدين السؤال المهم الذي يجب أن يكون عندك موجود دائما لو اليوم أنا مت أنا جاهز أنا مستعد شوف كل شي احتمال يأتي أو لا يأتي احتمال تكون تاجر واحتمال ما تكون تاجر احتمال تنجيب أولاد واحتمال ما تنجيب أولاد احتمال تتزوج احتمال ما تتزوج احتمال إلا الموت هل في واحد احتمال تموت ولا ما تموت لا يمكن الله أقسم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم في الآخرة في آخر آيات يقول وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الموت إذن يا إخواني الحديث عن هذا الموضوع قبل ما نبدأ فيه هو يجب أن يكون له أثر في حياتنا وهذا معنى الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر ما هو اليوم الآخر هو ما نحن مقبلنا عليه سنتحدث عن اليوم الآخر وهذا اليوم يوم عظيم يوم لا نهاية له يوم طويل وله أسماء عديدة ولعظمة هذا اليوم الله سبحانه وتعالى يرسل لك إشارات وعلامات انتبه هناك علامات صغرى وهناك علامات كبرى علامات الصغرى ظهر تسعين في المئة منها ومن عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنزلت آية قبل ألف واربعمائة سنة وهي قول الله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرض وآية أخرى اقتربت إيش الساعة وانشق القمر ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يقول كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن هذا الكلام من متى يا جماعة من ألف واربعمائة سنة إذن الأمر نحن مقبلون على النهاية واقتربت ومبعث الرسول صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة الصغرى وليست الكبرى وهناك علامات عشر كبرى ما هي هذه العشر أسردها لك لتعرف كيف سينتهي هذا العالم الذي نحن فيه أولها أن يخرج المسيح الدجال هذه أول علامة من العلامات العشر وهو رجل أعور فتنة من أعظم الفتن التي ما من نبي إلا حذر أمته منه ما مر نبي إلا ويحذر أمته من هذا الدجال ونحن في كل صلاة من صلاتنا نتعوذ من الدجال هذا الدجال سيمكث في الأرض أربعين يوما أيامه مختلفة يتنقل بين الأرض ولذلك يذهب إلى مكان اليوم فيه طول سنة هل يوجد في الأرض الآن أماكن اليوم فيها طول سنة نعم يوجد يوجد أماكن لا تغيب الشمس فيها إلا ساعات في السنة كاملة النهار فيها يزداد على ستة أشهر وسبعة أشهر موجود الآن فهو يصل إلى ذلك المكان يوم من طوله سنة ويوم من طوله شهر ويوم من طوله جمعة يعني أسبوع وباقي أيامه مثل أيامنا هذه إذن معظم الوقت سيقضي في هذه الأرض التي نحن فيها ينطلق يعيث في الأرض فسادا يفتن الناس في دينهم يجري الله عز وجل على يديه خوارق من خوارق الأمور يختبر فيها المؤمنين لا يثبت إلا من ثبته الله عز وجل فأسأل الله أن لا يعرضنا للدجة لأنه مصيبة فتنة يأتي إلى الرجل فيخرج يقول هذا قبر أبوك فيقول نعم يضرب على القبر فيخرج الذي يخرج ليس أبوك لأنه لا يمكن أن تموت نفس فتعود إلا يوم القيامة هذا كلام الله عز وجل لكن الذي يخرج شيطان على هيئة أبيك فيقول يا ولدي اتبعه فإنه على الحق أسألك بالله أبوك لما يطلع من القبر ويقولك اتبعه ألا تتبعه فتنة يجلس في الأرض أربعين يوم كما قلنا في أثناء ما هو موجود تنزل الآية الثانية وهي نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق كما قال عليه الصلاة والسلام ينزل تحمله الملائكة ينزل وقت الفجر فإذا نزل وإذا بالناس تجتمع لأداء الصلاة فلا يصلي فيهم يقول تقدم يا نبي الله فيرفض أن يصلي فيهم إكراما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيصلي مأموم وهو نبي من كرامة هذه الأمة ما هي مهمة عيسى بن مريم عيسى بن مريم يمكث في الأرض سبع سنوات ينطلق في الأرض أول مهمة يبحث عن الدجال لينتهي من فتنة الدجال فيبحث عنه يبحث عنه يبحث عنه حتى يدركه في فلسطين في موقع اسمه باب اللد الدجال أين سيخرج سيخرج في أصفهان في إيران وأين سيوجد ويموت سينتهي ويموت في باب اللد في فلسطين ما يلفت انتباهكم هذا الأمر إلى شيء إيران هناك الرافضة وفلسطين هناك اليهود الآن سيخرج من أرض الرافضة ويموت في أرض اليهود إذن اليهود والرافضة هم على قلب واحد ولو أظهروا لك العداء لا يمكن أن تجد الرافضة إلا وهم على قلب واحد مع اليهود ولذلك اليهود لما تبحث عنهم الآن تجدهم في إيران موجودين في أصفهان سبعون ألف يهودي هم الذين سيخرج عليهم المسيح الدجال وينطلقون معه يعيثون في الأرض شرا وفسادا فيدركه عيسى بن مريم عند باب اللد فإذا عيسى بن مريم رأى الدجال يذوب الدجال كما يذوب الملح في الماء فيدركه ويضربه بخنجره ويقول إن لي فيك ضربة لن تخطأها فيقتله فتنتهي فتنة المسيح الدجال يعود عيسى بن مريم إلى الأرض يدعو الناس إلى دين الله في أثناء ما هو يدعو ينهدم السد الذي بناه ذو القرنين بيننا وبين يأجوج ومأجوج وهذه هي العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى فإذا انهدم السد انطلقوا يموج بعضهم في بعض يعني ينطلقون كالأمواج من كثرتهم بشر لا يحصيهم إلا الله يعني أقرب لك عددهم في بحيرة اسمها بحيرة طبرية هذه البحيرة في شرق فلسطين طولها ثلاثين كيلو وعرضها أقصى عرض لها تقريبا أربعة كيلو متر تخيلت الآن خزان هذا الماء ثلاثين كيلو في أربعة كيلو يعني مئة وعشرين كيلو متر بربع هذه البحيرة مليانة ماء يمرون عليها وهم يمشون يشربونها 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 فإذا وصل آخر واحد فيهم يقول لأصحابه يقولون كان هنا ماء ما معنى هذا شربوها ونشفت وهم ما يزالون يمشون كم عددهم هؤلاء عدد مهول فلا يقبلون على مكان إلا أفسدوا فيه ويهلكون الأخضر واليابس يا رجل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الله يقول لعيسى بن مريم إنه قد خرج أقوام لا يدان لأحد بقتالهم يعني لا يمكن أن يقاتلهم ولا يواجههم أحد فافزع إلى الطور فيذهب عيسى وعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين إلى الطور إلى الجبل ثم يصلون إلى أرض فلسطين فإذا وصلوا إلى هناك يكونون نشروا الشر في كل مكان وأفسدوا يعني شرهم آذى الناس فيفزع عيسى بن مريم إلى الله أن يخلص الله المسلمين من شرهم وهنا تظهر قوة الله عز وجل يرسل الله عليهم دود اسمه النغف يتسلط على رقابهم دود ينتشر فيهم في رقابهم فيقتلهم الله كلهم في ليلة واحدة ويتنتهي يأجوج ومأجوج في ليلة الله أكبر ما أعظم الله فإذا ماتوا انتفخت أجسامهم وبدأ يظهر دودهم وروائحهم فعندها يدعو الله عز وجل عيسى أن يخلص الناس بشرهم فيرسل الله تعالى طيورا كأسلمة البخت كرقاب الجمال يعني طيور كبار فتبدأ تحملهم وترميهم حيث شاء الله أما إلى البحار أو إلى أي مكان ثم ينزل الله مطرا لا يبقى منه بيت وبر ولا مدر إلا دخله هذا المطر هذا المطر ينتشر في الأرض فتعود البركة إلى الأرض مرة أخرى التي كانت في عهد آدم عليه الصلاة والسلام من وصف البركة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يجتمع القوم القوم اللي هم من ثلاثة إلى تسعة تسعة رجال يستظلون في قشر الرمانة ليس في قشر في ظل شجرة الرمان لا الرمانة نفسها من حجمها وضخامتها أن سبعة رجال يجلسون تحتها من شدة البركة التي تنزل في الأرض يقعد عيسى بن مريم سبع سنوات يقسر الصليب ويقتل الخنزير ويدعو إلى التوحيد فيدخل الناس في دين الله أفواجه ويحج بيت الله ويعتمر ويجري السبع سنوات والأرض كلها أصبحت تعود إلى الدين أفواج أفواج مع خير وأمطار وبركة تخرج في الأرض تعود يعني الأرض بكر كما كانت جميلة ثم يموت عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم الآن انتهت ثلاث علامات من علامات الساعة الكبرى بعد ما يموت عيسى ويكون الناس ارتاحوا واطمأنوا يعود الشيطان مرة أخرى يفسد في الناس ثم بعد ذلك يعود الناس إلى الظنال فيخسف خسف في شرق الأرض يتحدث الناس فيه الخسف ما هو مدينة كاملة يخسف بها في ليلة الواحدة فيبحث عنها لا توجد يعني ما هو خسف بسيط لا خسف يتحدث فيه كل الناس وبينما الناس يتحدثون في ذلك الخسف هذه العلامة الرابعة إذا بخسف آخر في غرب الأرض ثم خسف آخر في جزيرة العرب الآن كم علامة ست علامات من علامات الساعة ثم بعد ذلك يخرج دخان يملأ ما بين السماء والأرض يغش الناس كما قال الله عز وجل يتأذى منه المؤمنون كالزكمة مثل الحساسية ويتأذى منه غير المؤمنين أذى شديدا هذا الدخان يغش الأرض كلها كل الأرض يغشها هذا الدخان يعني ليس الدخان إغبار في منطقة لا كل الأرض ثم ينقشع هذا الدخان هذا الدخان هو انذار لآخر ثلاث علامات وهي التي قال الله فيها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الثلاث الأخيرات هي الختامية السابعة أو عفوا الثامنة اللي هي أول الثلاث الأخيرات أن تخرج الشمس من مغربها وليس من مشرقها نهاية تخرج دائما من مشرق الآن تخرج من المغرب وبمجرد ما أن تخرج الشمس من المغرب تضع الملائكة أقلامها فلا توبة ترفع ولا عمل يقبل ولا دعاء يسمع خلاص انتهى الآن بدأ التجهيز ليوم القيامة تخرج الشمس في بعض الروايات أنها تخرج ثلاثة أيام متتابعة تخرج ثم تخرج ثم تخرج ثم تعود تخرج من مشرقها كما كانت بعد ذلك الناس خلاص الآن تجلت لهم العلامة وبدأ الرعب في الناس بدأ الخوف بدأ اليقين بس خلاص ما فيه لا صلاة ولا عبادة ولا طاعة انتهى ثم تخرج دابة تكلم الناس كما قال الله عز وجل تدور في الأرض هذه الدابة في حديث ضعيف أن من واجباتها ومهامها أنها تسم الناس يعني تحط عليهم واسم هذا مؤمن هذا كافر هذا مؤمن هذا كافر تلبث فترة ثم تموت الدابة ثم تخرج آخر علامة من علامات الساعة الكبرى وهي نار تمشي مثل السيل فيها روايتين أنها تخرج من بحر اليمن من الجنوب وفي الرواية الأخرى أنها تخرج من شرق الأرض المهم أن هذه النار تبيت مع الناس حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا يعني إذا جاء الظهر وقفت إذا جاء الليل وقفت وإذا انتهى الليل مشت والناس تهرب منها سيل سيل حميم نار تسوق الناس تجمع الناس كل أهل الأرض يجتمعون في أرض محشر الدنيا وهي الشام فإذا اجتمع البشر كل البشر اجتمعوا في أرض الشام يبعث الله تعالى ريحا طيبة كالحرير لا يشمها مؤمن أو أحد في قلبه لا إله إلا الله إلا يموت مباشرة تمشي هذه الريح وتقتل تقتل تقتل فلا يبقى مؤمن على وجه الأرض ويرفع القرآن ويرفع كل شيء فيه اسم الله ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة فكيف تقوم الساعة صاحب القرن اللي هو اسمه إسرافيل واضع للبوق في فمه منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر هذه اللحظة فينفخ الصور نفخة واحدة صعقة نفخة قوية صوت شفت البرق شفت الصاعقة إذا نزلت مثلها صوت رهيب جدا كل من يسمعه يصعت مباشرة يبدأ هذا الصوت أول من يسمعه رجلا يلوط حوض إبله فيموت يرتفع الصوت يأس يتبايعون يموتون يرتفع الصوت يمر الصوت كذا يمشي مثل الريح السريعة فلا يسمعه أحد إلا ويموت ويبدأ الموت في الناس يبدأ الموت الصوت يمشي والناس تموت 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 البهائم تموت الدواب تموت البشر يموتون والصوت يرتفع حتى يصل إلى السماء فتموت الملائكة فإذا مات الملائكة اضطربت السماء والصوت يرتفع والسماء تبدأ تمور السماء مورا تبدأ تتقلب تكون وردة كالدهان النجوم تنكدر الشمس والقمر يصطدمان السماء كانت محجوبة ثم تبدأ الشهب تنزل على الأرض والنيازك تخرج على الأرض ثم بعد ذلك تتزلزل تدك الأرض دكا دكا وتتفجر الأرض ببراكينها فتمشي البراكين إلى البحار فتسجر البحار نار في السماء ونار في الأرض ونار في البحر والناس تصيح ما لها ما لها والصوت يمشي ويقتل يمشي ويقتل حتى إذا انتهى الصوت وإذا كل من في السماوات والأرض قد مات إلا من شاء الله ونوفق في الصور فصعق من في السماوات والأرض كلهم يموتون إلا من شاء الله من هم الله عز وجل ينادي ملك البهت من بقي ملك الموت فيقول بقي جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الفقير لم يبقى إلا أربعة لم يموت فيقول الله لملك الموت اقبض أرواحهم فيموت جبريل وميكائيل وإسرافيل ثم يسأل الله ملك الموت من بقي فيقول لم يبقى إلا عبدك الفقير فيقول الله له موت فيموت فيطوي الله تبارك وتعالى السماوات السبع بضخامتها بيمينه والأراضين السبع بيمينه ثم يرجفها ثلاث رجفات ومع كل رنشفة ينادي لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد الغهار وتنتهي بذلك الدنيا كلها ولا يبقى إلا الله الحي قبل كل حي والحي بعد كل حي والحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم يبقى الواحد الأحد الملك عندما تؤمن بهذه الحقيقة أسألك سؤال مهم ما قيمت هذا الملك في قلبك هل أوامره معظمة في قلبك هل نواهيه معظمة في قلبك كل شيء هالك إلا وجه الله عز وجل فهل عظمت الله في نفسك هنا نرى أثر الإيمان في حياتك هذا المطلوب ليس المطلوب أن تعرف القصة المطلوب أن تعرف أنه ليس هناك ملك إلا ملك الله إذن أنا وأنت عبيد لله ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله ولا ملجى ولا من جاء من الله إلا إليه بعد أن تبدل الأرض غير الأرض وتبدل السماوات نحن كلنا موتى كلنا وعندما أقول نحن أقصد أنا وأنت كلنا موتى كلنا نفنى ولا يبقى فينا إلا عظم صغير في العصعص هذا العظم هو الذي سينبتنا الله من خلاله مرة أخرى اجسادنا تفنى لكن أرواحنا لا تفنى أبدا أنت تحمل في جسدك روح هذه الروح ابتدأت معك لما كان عمرك 120 يوم في بطن أمك وستستمر ولن تفنى أبدا هذه الروح الذي يفنى ويتغير هو جسدك أنت أما روحك فهي خالدة ولكنها تتنقل من مرحلة إلى مرحلة لذلك هذه الروح عند الله بعد موتك أين الله أعلم لكنك ستنبت من جديد فكيف ننبت بعد أن تبدر الأرض وتبدر السماوات يرسل يأمر الله عز وجل السماء أن تمطر طبعا الفترة ما بين نهاية العالم وبداية العالم من جديد أربعين أربعين كم الله أعلم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها أربعين أربعين يوم أربعين سنة أربعين سنة الله أعلم حتى الرسول الله سلم لم يحدث كم لكنه ينزل مطر هذا المطر نبدأ نحن ننبت من جديد تظهر أنت جسمك يرجع كما كان ترجع بصحة ترجع بشكلك مرة أخرى لكننا جثث هامدة ثم يحيي الله عز وجل إسرافيل فينفخ النفخة الثانية فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية انطلقت الأرواح حيث شامن حيث المكان الذي أعدها الله فيه فتنطلق إلى أجساد العباد مرة أخرى وروحك ترجع إلى جسدك لا يمكن أن تخرج روحك إلى جسد شخص آخر ثم بعد ذلك نقوم مرة أخرى من من يقوم هو سعيد لماذا؟ لأن معه علامة جميلة إما أنه ما تقارئ لكتاب الله أو تائب أو صائم أو حاج أو معتمر أو مطيع أو على طاعة أو متدين أو خائف من الله يبعثه سعيد لماذا؟ لأنه وعد وهو في قبره أنه سيقول إلى الله عز وجل وهناك من يبعث وهو يصيح يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون خائف ليه؟ لأنه رأى وهو في قبره أن طاقة الجنة أغلقت في وجهه وفتحت له طاقة النار ولذلك طول ما هو في قبره هو يصيح يا ربي لا تقم الساعة يا ربي لا تقم الساعة خائف من ما هو مقبل عليه يخرج الناس كيف حالهم؟ حفاه عراه غرلا بهما حفاه بلا أحذية عراه بلا ألبسة غرلا أي القطعة اللحمة التي لما ختنت رميت ترجع مرة أخرى لدقة الحساب عند الله عز وجل بهما مثل خلاص الأفئد هواء يعني إنسان في رعب وكيف لا يكون في رعب؟ لأنه رأى النار ورأى الجنة إذا كان في قبره وإذا لم يكن ذلك الإنسان في قبره فهو قد رأى قيامة القيامة أو نهاية الساعة القيامة وما حدث فيها من أهواله يعود الناس مرة أخرى فكيف هي أحوالهم في ذلك اليوم؟ يوم طويل طوله خمسون ألف سنة كما قال الله جل جلا هناك أشكال مختلفة للبشر أما أولياء الله وأسأل الله أن نكون منهم فوالله لن يخزيهم الله عز وجل إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر هذا الفزع هذه القيامة لا تحزنهم أبدا ولا يشعرون فيها بأي خوف أو رعب لأن الله وعد ألا يجب على عبده خوفين ولا أمني من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة ولذلك يخرجون آمنين يكسوهم الله يوم يعرى الناس ثم بعد ذلك يخرجون ويقفون مع البشر وتبدأ الأمور تحدث خلاصة الملك ملك الله يا فلان أنت رجل قلبك تعلق في المساجد أخرج فلا يقف في ذلك الموقف يذهب إلى ظل الله حيث لا ظل إلا ظله جل جلال يا فلان أنت نشأت في طاعة الله أخرج يا فلان أنتم تحاببتم في الله أخرجوا يا فلان أنت ذكرت الله خاليا ففضت عيناك أخرج يا فلان أنت تصدقت فكنت صادقا في صادقاتك أخرج فيخرج هؤلاء كلهم وانت واقف تتفرج شوف واحد من هنا وواحد من هنا وواحد من هنا يذهبون إلى أين؟ إلى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله جل جلاله ثم يأتي الشيبان الذين شابت لحاهم في دين الله في الإسلام يأتون يبدلهم الله بكل شيبة النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي أمة محمد الذين طالما وضعوا أيديهم ووجوههم يأتون نور كالخيل المحجلة ثم يخرجون وهكذا تبدأ كرامات الله على عباده يخرجهم من هذا المقام لماذا؟ لأن المؤمن أبدا لا ييأس ولا يبأس بل تستقبره الملائكة التي أحبته يوم كان في الدنيا حبيب الله عز وجل ولذلك يأمنون يوم يخاف الناس ويأكلون يوم يجوع الناس ويربون يوم يعطش الناس ويلبسون يوم يعرى الناس وترى أيضا في ذلك الموقف أقوام طوقت أعناقهم بثعابين ضخمة هؤلاء هم الذين كانوا يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله سيطوقون ما باخلوا به يوم القيامة فتجدهم يعذبون تجد في يوم المحشر أقوام عراه وقد ألجمهم العرق لأن الشمس تدنو ليس بينهم وبينها إلا ميل منهم من يغطيه العرق تخيل إنسان كأنه في مسبح قد غطي بالعرق وهناك ترى أقوام مثل الذر يطأهم الناس أولئك هم المتكبرون وأيضا ترى أقوام اسودت وجوههم لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن الله فسود الله وجوههم وهناك أقوام يصيحون يا الله يا الله فلا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم خير المشهد تأتي محتاج لله فلا ينظر الله إليك المتكبرون المسبلون المنانون الذين كانوا يمنعون فضل الماء الذي عندهم الذين كانوا يحلفون كذبا على كل بيعة يبيعونها كل هؤلاء لا ينظر الله إليهم يوم القياء يا الله ويأتي الذين أعرضوا عن ذكر الله وجوههم مسودة عميان تخير إنسان يحشر مع الناس أعمى فيقول يا رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا فيقول الله له كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى هذا الذي يحدث يوم القيامة خمسين ألف سنة والناس واقفة المؤمن يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم تمر عليه الخمسين ألف سنة كصلاة ظهر أو صلاة عصر يا الله ليش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ترى المؤمن يا جماعة الذي يموت على ما يرضي الله ما بينه وبين الجنة إلا دقائق كل الذي تسمع هذا يمر عليه سريع لماذا؟ لأنه ضيف على الله حبيب إلى الله نجح في الاختبار لا يمكن أن يخزى أبدا أما أولئك فاليوم طويل والعقب كأود بعد أن يقف الناس خمسين ألف سنة يملل الناس ويضجرون فيصحون يا ناس خلصون مما نحن فيه فينطلقون إلى آدم عليه الصلاة والسلام يا آدم أنت أبونا أنت نبي الله اشفع لنا عند الله نتخلص من هذا الموقف فيقوم آدم ويقول أنا قد أكلت من الشجر وأذنبت ذنبا واحدا في حياتي آدم عاش في الدنيا أكثر من ألف سنة يذكر الذنب الذي فعله وإن الله قد غضب غضبا لم يغضب مثله يذهبوا إلى غيري فتنطلق البشرية كلها تمشي يذهبون إلى من بعده إلى نوح عليه الصلاة والسلام فيا نوح اشفع لنا فيرفض لأنه طلب من الله طلبا خشي أنه قد أغضب الله لما أراد منه أن يغفر لابنه فينطلقوا يقول يذهبوا إلى غيري فينطلقون إلى إبراهيم الخليل فيقول لأن قد كذبت ثلاثة كذبات ثم يقول يذهبوا إلى غيري فيذهبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيرفض الشفاعة لأنه قتل إنسان في حياته ثم بعد ذلك يقول يذهبوا إلى غيري فيذهبون إلى عيسى فإذا وصلوا إلى عيسى يرفض الشفاعة فإذا وصلوا إلى حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا لها أنا لها أنا لها ويسجد تحت العرش سجود عظيم طويل ويقول الله له ارفع رأسك يا محمد سل تعطى واشفع تشفع فيرفع حبيبنا صلى الله عليه وسلم ويقول يا ربي أمتي أمتي فيقول الله له أخرج من أمتك سبعين ألف الآن يذهبون إلى الجنة بلا حساب ولا عقاب الله أكبر ثم بعد ذلك يطلب من الله أن يبدأ الحساب فتكون شفاعته شفاعتين شفاعة عظمى للبشرية كلها أن يبدأ الحساب وشفاعة خاصة لأمته أمتنا التي نحن منها والحمد لله أننا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بعد ذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للخلائق عندما يسجد تحت العرش سجود عظيم طويل فيهيئ له الله عز وجل من التسابيح والتحاميد الشيء الذي لم يكن يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكرمه الله فيقول ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيشفع عليه الصلاة والسلام للبشر أن يبدأ الحساب وله هو عليه الصلاة والسلام شفاعة خاصة في ذلك الموقف فمثلا الكرامة العظمى التي يهبها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يأذن له أن يدخل من أمته سبعون ألفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب يعني هؤلاء لا يمرون لا على ميزان ولا على حساب ولا يعديهم الله عز وجل وورد في حديث آخر أن مع كل ألف من هؤلاء سبعون ألفا أيضا ونسأل الله الكريم بنواسع فضله بعد ذلك تحدث أهوال وأمور عجيبة بينما الناس في ذلك الموقف الرهيب العظيم وبعد أن يأذن الله عز وجل يأتي ربنا لفصل القضاء يقول الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا يأتي ربنا عز وجل اتيان يليق بجلاله وعظمته لفصل القضاء بن العباد وأول من يأتي ملائكة تحمل العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية حملة العرش قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أتحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه ومنكبه ما بين شحمة أذنه ومنكبه يطير الطائر سبعمائة سنة ما يصن فكيف من رأسه إلى قدمي ثمانية ملائكة تحمل عرش الرحمن ثم يأتي ربنا عز وجل ولكن لا أحد يراه لأن رؤية الله عز وجل لا تكون إلا لمن رضي عنهم وهم أهل الجنة ولذلك ربنا لا يرى إلا في الجنة نسأل الله أن لا يحرمنا فضلا يا أخو ثم بعد ذلك تبدأ الأوامر يا آدم لبيك وسعديك يا الله أخرج بعث النار فيخرج آدم من ذريته من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار وواحد فقط يذهب إلى الجنة ينادي ربنا عز وجل نوح يا نوح هل بلغت الرسالة فيقول نعم يا ربي بلغتها فيسأل قوم نوح هل بلغكم نوح بالرسالة قالوا ما بلغنا بشيء تسعمائة وخمسين سنة وهو يدعوهم إلى الله ثم يجحدونه وفي ذلك المقام فيقول يا نوح هل معك ما أحد يشهد لك قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فيشهدون ونشهد نحن على أنه بلغ الرسالة وأدى الأمان لأننا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله ثم بعد ذلك يسأل موسى يا موسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله يقول يا ربي ما قلنا ونبرأ إلى الله من هذا الأمر إلى عيسى نعم استغرار الله فيبرأ إلى الله عز وجل من هذا الأمر وأنه ما قاله المهم أن الله يسأل الأنبياء ليثبتهم يبدأ السؤال للأنبياء نبي خلف نبي ثم بعد ذلك يأمر الله تبارك وتعالى كل أمة أن تتبع لواء نبيها فتأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم خلف لواءه وأمة نوح وأمة إبراهيم وأمة كل نبي من الأنبياء ومن كان معه ثم بعد ذلك يبدأ العرض عرض الأعمال الله سبحانه وتعالى ما أتى لذلك الموقف إلا ليقيم الحجة على العباد ولكي لا يعذب أحد بغير جريرته التي ارتكبها ولا يكافأ أحد بغير عمله الذي قدمه لأنه لا تظلم في ذلك الموقف النفس مثقال ذرة يبدأ العرض عرض الأعمال على العباد ثم كل شخص يبدأ يقرأ أعماله ويوضع كتابه لعنده وهناك قواعد في ذلك العرض القاعدة الأولى أنك أنت تقرأ كتابك بنفسك اقرأ كتابك كثى بنفسك اليوم عليك حسيب القاعدة الثانية أن الشاهد عليك منك أنت تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملوا وتشهد الجلود بما كانوا الناس يعملوا ولذلك العبد عندما يبدأ يجادل ويلقي معاذيره كما قال الله تعالى يخرس الله لسانه فترتفع اليد ويتقول يا ربي أنا كتبت والعين تقول وأنا رأيت والأذن تقول وأنا سمعت واللسان يقول وأنا نطقت والقدم تقول وأنا مشيت والجسد يقول وأنا حملت ثم يقول الملك وأنا كتبت ويقول الله تعالى وأنا شهدت لكنك أبيت إلا أن تفضح لفسك فيفضحه الله عز وجل ثم تطير الصحف صحفنا أعمان التي كنا نعملها وكل شيء مكتوب يا أخوان لا تظن أن هناك شيء يضيع أسألك سؤال قبل عشرة أشهر وخمسة أيام أين كنت تذكروني يا أخوان هل تذكر قبل عشرة أشهر وخمسة أيام ماذا أكلت ماذا قلت ماذا عملت ما تذكر لكن كل شيء في كتاب عند ربي لا يظل ربي ولا ينسى موجود في الكتاب الذي سوف تقرأه وهذا العرض هو التجهيز لما هو بعده من الذي بعد العرض بعد العرض تنصب محكمة عظيمة شهودها جوارحك جنودها ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلنا ما يؤمرون المتهم أنت والقاضي الله جل جلاله فلا ظلم ولا رشوة ولا تزوير ولا خداع هذا اسمه الحساب من يحاسب يهلك لن يحاسب أحد ذلك الموقف إلا ويهلك قال عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب فقد هلك فقالت عائشة يا رسول الله أليس الله تعالى يقول وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب إيش حسابا يسيرا قال يا عائشة إنه ليس الحساب والله لو يحاسبنا الله عن كل ريال من أين أخذناه وفيما أنفقناه والله له لك ولو يحاسبنا الله عن شبابنا فيما أمضيناه فعلا بالدقة والله نهلك ولو يحاسبنا الله على كل كلمة قلناها والله نهلك لكن الله عز وجل يعرض علينا أعمالنا ليقرها فنعلم إذا رحمنا أنه لم إذا نجونا أننا لم ننجو إلا برحمة الله عز وجل ولذلك عندما تبدأ المحكمة ينادى الإنسان يا فلان بن فلان فيقوم العبد تخيلوا يا أحباب المشهد تخيل المشهد وأنت تقبل عن الله البشر كلها خلفك تنظر إليك فيهم الأنبياء وفيهم حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وأنت مقبل فتدخل تعلم أنك ستقف بين يدي الله الذي لا تقفى عليه خافية وسيوضع أمامك كتابك تقرأه بنفسك والله موقف رهيب يا أخوان وهذا نحن كلنا سنمر بهذا الأمر لكن ما الفرق أن من رضي الله عنهم وأسأل الله أن نكون منهم عندما يقفون بين يدي الله يسترهم الله فلا يراهم أحد إلا الله يغشاه ستر كذا من الله عز وجل ما عاد ينذرون الناس إليه ما يدروا وين رحل فيقف أمام الله فيقول الله تعالى ألم تفعل في يوم كذا وكذا كذا وكذا أما فعلت في اليوم الفلاني كذا أما نمت ذلك اليوم عن الصلاة أما قلت ذاك اليوم في فلان وفلان أما سمعت أما أعطيت أما بعت أما 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 وهذا ينظر 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 يقول نعم 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 وهو خائف تخيل الموقف الحين أنت لو أنك سوف تقف أمام أنت ماشي في الشارع ووقفت جند المرور من أجل أن يسألك لقلبت معك رقصك معك أوراقك وبدأ الخوف يرتعد حتى يذهب أوه بشر فكيف الأقوف بين يدي الله ولذلك العبد المؤمن عندما يقره الله بكل هذا يقول الله له لقد طلبنا سيئاتك هذه كلها إلى حسنات رضي الله عنك خلاص وإذا رضي الله عنك يرضيك شوف يجمعه الله ماذا يقول يقول رضي الله عنهم وإيش ورضو عنه يعني أنت الآن عندما يرضيك الله عز وجل يا أية النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فلا تخرج إلا وأنت راضي ولذلك يفرح العبد ثم يقول الله له خذ كتابك فيحمل كتابه بيمينه ويخرج إلى الناس ويقول ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابية العبد الآخر الذي يحاسب وهو قد يكون من المشركين أو إلى آخر ألمهم إذا حوش سيب ونوقش خلاص سهلك لن نستطيع أن ينجو أبدا فإذا أقر بما عمل يقول الله له خذ كتابك بشمالك فكيف يؤخذ تلوى ذراعه خلف ظهره ثم يرصق الكتاب في ظهره ويخرج وهو مطاطئ الرأسة يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية فيأتي الأمر كالصاعقة خذوه فاغلوه ظلوه يعني ربطوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه شفت ما معنى سلكوه تدخل من دبره وتخرج من ثبه وعرض السلسلة سبعون ذراع سبعون ذراع يعني تقريبا أربعين متل عرضها يعني عرض هذا البسج السلسلة ثم يسحب خذوه فاغلوه ثم الجحيم صر فيرمى في جهنم ثم يأمر الله تعالى كل أمة أن تتبع ما كانت تعبد إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون فيساق أولئك الكفر إلى النار ويذهبون إلى جهنم ثم بعد ذلك يبقى من رضي الله عنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وباقي الأمة ينتهي الحساب ينتقلون بعدها إلى شيء اسمه الميزان الميزان له كفتان الكفة الواحدة تسع السماوات والأراضين من ضخمتها ومن دقتها ودقة صنع الله أن الذرة بل الخردلة تزينها التمرى نواتها القطمير هذا النواة عليها غشاء كم وزن هذا الغشاء بالله هذا يرجح في كفة الميزان من دقة صنع الله عز وجل ثم بعد ذلك يوزن العبد بأعماله أنت وأعمالك توضع فإن رجحت حسناتك على سيئاتك نجوت وإن رجحت سيئاتك على حسناتك عذبت أنت ما وصلت لهذا المكان إلا أنك من أهل لا إله إلا الله يعني أنت نجوت من قضية الخلود في النار لكن قد تحاسب قد تمر على الصراط والنار وعذب إذا الله أعلم لكن المهم أنك أنت نجوت الآن من قضية الذخول والخلود في جهنم ومن الناس من تتساوى حسناته مع سيئاته فهنا توزع الأنوار على العباد هذا نور قوي وهذا نور ضعيف وهذا مثل الشمعة لماذا وزع الأنوار لأنه ما بعد الميزان أرض مظلمة ضلام دامس يمشي فيه الناس على أنوارهم التي معهم فذلك يبدأ المنافقون يصيحون انظرونا نقتبس من نوركم أعطونا من نوركم الذي أعطاكم الله ويضرب بينهم بحجاب وبحاجز جدار ظاهره من قبلهم العذاب ومن قبل المؤمنين الرحمة وينادونهم المنافقون لم نكن معكم فيقولون لهم ارجعوا فالتمسوا نورا اروحوا للدنيا اللي كنتم مستهترين بالله ولا تؤمنون بالله اروحوا جيبوا لكم نورا الآن فيأخذ العبد النور على قدر أعماله وطاعاته يسأل الله أن نكون من الموفقين للخير ثم بعد ذلك يمشون بهذا النور في الظلام المؤمنون ماذا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم واش يتمنون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء شوف المؤمن همه بس أن النور يكتمل لكن أولئك القوم لا يتمنى شمعة تضيئ له الدرب إلى أين يذهب الناس بعد ذلك يذهبون إلى أخطر مرحلة من مراحل يوم القيامة ألا وهي المرور على الصراط إذا أقسم الله يا كرام فلابد أن ننتبه فقسم الله عظيم ربنا أقسم بنفسه فقال فهو ربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ساقطون على ركبهم ثم لننزعن النزل هو الجذب بشدة من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية لماذا كل هذا القسم يا رب قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية أمر منتهي كل الخلائق بما فيهم الأنبياء سوف يمرون على الصراط الكفرة ظلام ما يرون شيء النار عمقها قعرها كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع بعض أصحابه فسمع صوت ضربه فقال تعلمون ما هذا الصوت قالوا الله ورسول أعلم قال هذا حجر ألقي في النار منذ سبعين سنة الآن وصل إلى قعرها تخيلوا يا أخوان نار عمقها سبعين سنة كم هذا العمق يعني أنت لو تبي تقذف حجر من الطائرة التي ترتفع عشر كيلو عن الأرض قد يأخذ دقائق حتى يصل الأرض أليس كذلك فكيف بعمق سبعين سنة والصراط مضروب على متن جهنم أدق من الشعرة أحد من السيف وله روغان وحوله كلليب وظلام دامس وتمشي بالنور الذي أنت كسبته بأعمالك الطيبة ولذلك المؤمنون وأسأل الله أن نكون منهم ينطلقون كالبرق بل إن بعضهم تقول له النار يا مؤمن أسرع فإن نورك أطفأ نارك ومنهم من يمرك الريح ومنهم من يمرك أجاوذ الخير ومنهم من يمر يركض ومنهم من يمشي ومنهم من يحبو ومنهم من يزحف يزحف يعني جالس على مقعدته ويزحف زحف لأن هذا هو النور الذي معه وخايف ليطيح تحت جهنم ومنهم من لا نور معه فتخطفه الكلاليب ثم ترمي به في النار أما المؤمنون والموحدون الذين يشهدون أن لا إله إلا الله الذين فيهم منافقين وفيهم كذبين وفيهم عصاه فإنهم إذا سقطوا في النار فإنهم لا يذهبون إلا إلى الطبقة الأولى من النار ومجرد ما يقعون يحترقون فيكونون كالفحم وهذا من رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني لا تبدى جلودهم ويموت ويحيا ويموت ويحيا لا يحترق ويبقى في النار لكنه يحرم من دخول الجنة المناثقون يذهبون في الدرك الأسفل من النار الكفار في درجة أعلى من درجات المنافقين والنار دركات كما تعلم ثم بعد ذلك الأنبياء كل منهم واقف على متني هذا الصراط ويقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم بعد أن ينتهي البشر من تجاوز الصراط يسقط في النار من كتب الله عليه النار وينجو أهل لا إله إلا الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكل الأمم فإلى أين يذهبون جاوبوني تعدوا النار وين يروحون الجنة لا باقي الجنة مشوارا طويل يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار قنطرة جسر كبير بين النار وبين الجنة يقفون فيه لماذا يقفون كل هؤلاء الذين وصلوا لهذه المرحلة كلهم مرحمون وكلهم أهل الجنة لكن ما يزال هناك حسابات بينهم هم أنت أبوك أخطيت في حق أبوك أنت زوجتك أخطيت في حق زوجتك أنت جارك أخطيت عليه هذا ولابد أن تصف القلوب ونزعنا ما في قلوبهم من غل لابد أن تتصاف النفوس ولذلك يبدأ الحساب بين هؤلاء أنت أخطيت على هذا ناخذ من حسناتك ونعطيه وأنت أخطى عليك فلان ناخذ من حسنات ونعطيك وهكذا هكذا حتى تتصاف النفوس ثم بعد ذلك يشفع النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة الثالثة بأن يدخل أهل الجنة الجنة فلا يدخلها أحد قبله عليه الصلاة والسلام ويكون هو أول من يدخلها فإذا دخل أهل الجنة إلى الجنة ينظر الحبيب صلى الله عليه وسلم فإذا ما يزال في أمته من لا يزال في النار سقطوا في الصراط فيلجأ إلى الله عز وجل أمتي يا رب أمتي يا رب فيقول الله لملائكته أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان فيذهبون ويخرجون خلقا كثير من النار ثم يقول الله أخرجوا من كان في قلبه مثقال نصف دينار فيذهبون ويخرجون من كان في قلبه مثقا نصف دينار من إيمان وما يزال النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يا رب أمتي لا أزال أراهم موجودون في النار يا رب أمتي ثم يقول الله أخرج من كان في قلبه لا إله إلا الله من قال ليلة إلا الله ولو مر أخرجه فيخرج خلق كثير ثم يقول الله للملائكة الذي يأذن الله لمن يشاب الشفاعة الشهداء يشفعون والصالحين يشفعون ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فيشفع البشر فإذا انتهت البشر من الشفاعة والأنبياء من الشفاعة يقول الله سبحانه وتعالى شفعت الملائكة شفع الأنبياء شفع الصالحين شفع الشهداء وبقي شفاعة أرحم الراحمين فيقبض جل جلاله قبضة بيده على أقوام لم يعملوا خيرا قط ثم بعد ذلك يرمون في نهر في الجنة فينبتون من جديد ويسمون هؤلاء بعتقاء الله من النار ثم بعد ذلك يدخل أهل الجنة الجنة ويبقى مكان في الجنة لم يمتلئ بعد فيخلق الله أقواما ليملأ الجنة لأن الله عز وجل قال عن الجنة والنار أنه سيملأها ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأ أن جهنم من الجنة والناس أجمعين لابد أن تمتلئ الجنة ولابد أن تمتلئ النار ولذلك الجنة تمتلئ ثم يأتي ربنا إلى النار فيضع قدمه عليها فتنزوي لأن النار تنادي هل من مزيد هل من مزيد ثم تنزوي تنزوي على بعضها فتغلق ثم يأمر الله عز وجل أن يؤتى بكبش عظيم فينادى يا أهل الجنة فيلتفتون نعم يا أهل النار نعم الأهل الجنة عندما ينادون يخافون أن يكون هناك ما يزال حساب آخر يا رب ماذا من تهينا خلاص وأهل النار عندما ينادون يستمشرون أهل في رحمة لعل وحدة من هالشفعات تغرجنا فيريهم الله الموت على شكل كبش فيقول أتعرفون هذا فيقول نعم هذا الموت فيقول الله عز وجل يذب أمر الله بقتله فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت وبذلك انتهت القصة ودخل أهل الجنة إلى جنتهم ودخل أهل النار إلى النار هذا الأمر هو الذي سنواجهه غدا ما بيننا وبين هذه الأحداث إلا أن نموت فقط قد تخرج الآن بحادث سير وتموت قد تناد صلي معنا الآن الفجر نصلي عليك في الراجح ما تدري الموت يأتي بغته فهل نحن يا إخوة مستعدون لهذا الموقف يا إخوة أنا لم أذكر لكم قصص من التاريخ أنا ذكرت لكم حقائق ولذلك كان دائما حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا يا إخوة عندما نتصور أن هناك يوم سنقف فيه بين يدي الله حفاة عرات غرلة والله إننا نتعلق بالله ونرجو ما عند الله ربنا يا إخوة رحيم كريم ما نزل الله كل ليلة في الثلث الأخير ليسمع دعاءنا إلا أنه يريد أن يرحمنا وما بسط يديه بالتوبة للمعاصين في الليل والنهار إلا أنه يريد أن يرحمنا وما فتح الله أبوابه للسائلين إلا أنه يريد أن يرحمنا وما فرح الله بتوباتنا إلا أنه يريد أن يرحمنا وما ضاعف الله من حسناتنا إلا أنه يريد أن يرحمنا فلنبادل إلى الله يا إخوة ولا نتأخر لا نأتي يوم القيامة حسناتنا قليلة أصحاب الأعراف هم الذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم يحبسون يحبسون لا يذهب إلى الجنة ولا إلى النار ينظرون إلى الجنة فيتمنون أن يدخلوا لها وهم يطمعون يتمنون لذلك لكن ما يستطيعون لماذا صار عندهم مليون حسنة ومليون سيئة يعني يمكن لو قال سبحان الله بس وحده زاد دخل الجنة يمكن لو تصدق ذا كلهم بريال دخل الجنة شفت الحسنة هذه البسيطة التي نحتقرها يمكن خطوة زادها للمسجد ببعض العادة يجي مثلا 100 خطوة زاد خطوة 101 دخل الجنة فلا تحتقر الحسنة ابحث عنها يوم القيامة زادك الذي ينفعك بعد رحمة الله عز وجل هو حسناتك أعمالك الصالحة يوم القيامة يا أحبابي سنقف نوز حسناتنا على الناس كم شخص اقتبناه كم شخص تعاملنا معه وأخطأنا في حقه أنا أنسى وأنت تنسى الله لا ينسى ولذلك كثر حسناتك وأكثر من أعمالك الصالحة حتى إذا أتيت يوم القيامة وإذا معك زاد يكفيك لا تأتي كذلك الخاسر المفلس الذي يوزح حسناتها على الناس أسأل الله يا أحبابي أن يعيننا على ما يرضيه وأن يوفقنا لما يحب ويرضى هذا هو ما هو أمامنا يوم القيامة فأسأل المولى جل جلاله أن يثبتنا على دينه اللهم يا حي يا قيوم أتوسل لك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأن تجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك وأن ترحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء وأن تهدين الصراط المستقيم وأن تردنا إليك رد جميل أسأل الله يا أخواني أن يجزيكم بخير الجزاء وجزى الله إمامنا وشيخنا شيخ آدم الذي تسبب في هذا اللقاء والاجتماع المبارك معكم وإلى اجتماعات قادمة بإذن الله والله يحفظكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته